اتعصبش انت اه? اتعصب. لا خالص. انا متهنج جمعك. هقلق انا انا رف الملعب هقلق. وبعدين بيقلقوا فعلا? انا انت لو بتعصب كدا بيقلق بص بص انت. لو جيتلي هنا و انا بحميه. اه انا بحميه. اه انا بحميه ان انا واقف بس معرفار بحميه اللي هيجي هنا ها يديه لانظار انا بحميه. ام. انا فين الاحتداد ده? لو انا محتد عليه او متربس. اول ما هيجي هتدي له انظار و خلاص موضوع بسيط. طب ما روحتش البيت مرة كده قلت إيه؟ لما شفت المباراة وشفت الأقطات كده لا أبراهيم أنا تزودتها شوية أنت تنرفزت الزيادة شويتين على اللعيب ما كانش تتنرفز عليها وكده ما فيش لحظات كده بتحسها؟ عادي يعني أحنا نتنرفز في شغلنا حتى نقول إيه كريم أنت تنرفزت على الناس اللي بتشتغل معك النهاردة زيادة عن اللازم ما بتحسش في لحظة من اللحظات دي؟ أنا ما بتنرفزها لحد ده كريم ما هو؟ ده مش نرفزة لا شو إحنا في شغل شو إحنا عادي؟ لا إحنا في شغل أنا في المباراة إحنا في شغل الشغل يعني جدية إحنا مش قاعدين في كافية ولا قاعدين في الساحل عشان خاطرة نتحك مع بعض نتحك في موقف لعيب نصاب يتعالج وواحد بوقف يتكلم بيقول إيه فيه لا ماشي لكن إحنا في شغل دلوقتي إحنا بننتظر قرار مصيري ركل الجزاء في تشيك عليها من خلال الفار إحنا في شغل هتحك معك وأنا مستني قرار مصيري حسيبه عليك أو ليك لا وبعدين خلي بالك برده عشان أنت تبقى فيهم حاجة مهمة تبقى فيها مهمة جدا أنا لو ضحكت ورجعت حسابة القرار هتلاقي بعض الإعلاميين يطلع يقولوا ده ضحك وهو مسدق وفرحان إنه حسب ركل الجزاء لسين أو لصات فأنا محطش نفسي في الدائرة دي بس فيه فرق من الدحكة وفيه فرق من الابتسامة الخفيفة وابتسام ديه اللي هو بهدي اللي هو مثلا جاء أقولك إيه كتبراهيم بس إيه ده إيه ده إيه ده لحظة واحدة يعني هي مش بادحك كويس لما أقولك بقولك المفضلة كده وما تهداش مفردين أن أعمل إيه؟ لا خلاص هاخد هايب التون بتاعي على شوية؟ لازم تتون بيعني كل حاجة ليها مستويات أنت تبدأ من أقل مستوى ولازم توصل لآخر مستوى قبل ما استخدم الكروت وبرضه كل دوات حماية اللي أعبين ودي اللي على كده هم عارفين هو طالما ما فيش طالفوز أو ما فيش تهاكم أنت ما تجيش أنا ما خلتش لعيب ماشي مثلا في مرة أو حد قعد على الجهاز الفاني ما بيعترش وروحت زعقتي معلوم بزعقش أسألك سؤال هل بتحسبها يعني مع كامل اللي احترام أنا مش بكلام على إبراهيم نور الدين برضو هتكلم معاك كممثل للحك يا هل بتحسبها اللي هو مثلا إيه؟ فيه لعيبة اللي هو تاريخ وإسمه وكابتن وقائد وحاجات كده وأهلي وزمالك فده لا أنا مش هخش هزعق معاك همد عشان ده له نجوميته وفيه لعيب تاني سهل ما أنت مش نجم كبير بقى فهزعق معاك أنا برضو أنا عايز أتكلم معاك بصراحة النهارده خش في التفاصيل كابتن واق الجمعة كابتن منتخب مصر طبعا بنا مصير بالخير طبعا طبعا رجل محترم صديق العزيز طبعا في 2014 اللي هو غازل المحلة في الدين 13 طردته طرد مباشر فاكره ها المبورة دي فاكر المبورة دي طبعا كان فيه أكبر كان فيه أكبر من اسم واق الجمعة كابتن منتخب مصر طبعا كان فيه كلام ده لا كابتن طرق حامد صديق العزيز كان كابتن نادي الزمالك في الزمالك ومقاولين في 2014 اضطرت في ديها 14 لما كابتن حسن شحاتة سببه منتخب ومسكن مقاولين فاكر الطرق طبعا طبعا شو أكبر من نجمين دول بالمناسبة لما بتيه تقول مثلا أنا فاهم أنت بتقولها زبقاني صيغة بس لما بتيه تقول مثلا طارق حامد صديق العزيز فهي الناس غير بتتفعل تقول لك حبا إلحق زمالكاوش لما أنا قلت أهل جمع صديق العزيز اه اه انت شكاولت أهلي وزمالك برافو علي اقول لك العلامي كبير اه خطير بقى ما بتلقش يعني بتبقى أنا عايفة انت لك صدقات مع اللعبين تمام هل في اللعبين بيتكلاموا معاك بعد المباراة بالصداقة يعني يقول لك كابتن إبراهيم انت النهاردة كنت دايس قوي معنا اه طبعا بيتكلموا عادي ويتفرج على الماطش ويقول له متفرج على اللعبة ويقول لي مش فهم قانون بشرحها له هادي والأعلمين اللي ما بيطلع يتكلم في نقطة هو غايبة عنه او تشرحها له بشرحها له بشرحها له عشان بس ما ده نفس الأمر مع المدربين كله والإدارات هادي كل الناس كل الناس اي بس احنا منظومة احنا منظومة واحدة اه لا تطط اي فيها لطافة اي رأيك بس في مثلا ناس يقول لك ايه في حكام في العالم مثلا يقول لك ايه لا يا باشا انا مش هقبل تلفونات لها من الإدارة ولا من جهاز فني ولا من اللعبين انا ما سمعش حاجة بعد المباراة بس انت بتقول لي احنا كمنظومة بنتعامل مع بعض بالود في أوروبا اللي حالات بتقول تدربينهم مثلا دول محترفين ايوا كويس احنا كل حكام مصر بيعملوا في قطعات الدولة كويس ف بالصط تبس تلاقي حد شغال في شركة بترول معه خمسة ستة من الاهل وخمسة ستة من الزمالك اللي عابين الصابقين اللي جزء منهم مدرب او اصدقاء مدربين واللي عندها بتبقى عارفة ان ابراهيم صاحب كريم شغالين في التلفزيون فلما تحصل حاجة تبقى انت صديق سين او صاد ييجي يكلمك يقول لك ده انا زعران من ابراهيم لان احنا لان راكل الجزاء ما تحسبتش فانت تيجي تقول لي تدعك وجهة نظرك صح بين اصحاب بيبقى عنده فرح يروح عزمك على فرح بنته فتضطر تروح خلاص السادقة بتبني من هنا مش بتبني جوه القطار الرياضي فقط جوه القطار الاجتماعي اي انت ممكن تبقى في او في حدث ما وفي لعيبة ويقول لك ابتنا بيبفكر اللقطة دي زيو انت عملتها لي فانت تبدأ تشرح الشكل الفاني قصة بقى الامثلة القديمة اللي كانت بتتقال واكتابلنا بالشبهات وما تسلموش على حد ما تقلموش على حد دي ناس جبانة ناس ضعيفة القوي يتعامل مع اي حد في اي مكان ويخش المكان محترم ويطلع منه محترم فهمني؟ بس هي خطيرة انا هكلمك بقى بصراحة انا هتناقش معك دلوقتي هي خطورتها تبقى في ايه؟ لو في لعب بدأ يتواصل مع حكم في إداري او مجلس إدارة او مدربين بدأ يتواصلهم مع الحكام في ناس شخصيتها قوي اللي انا ممكن هتعامل معك كريم ونتعامل بوده وضغطفه ممكن هشرح لك كمان بس انا متأثرش وفي حاجات تانية الصداقة ممكن تأثر عليك مش بكلم على براني النور الدين ممكن تأثر لحد تاني فعشان كده أصلا هم في أوروبا بيمنعوا الكلام ده ليه؟ انه ممكن الرجل اللي بيكلمك ده يأثر عليك حتى لو معنويا مش هقولي يأثر اللي قدر الله بأي حاجة تانية بس نفسيا ومعنويا ممكن يأثر عليك عشان كده يقولك ايه؟ ما تتكلمش مع اي حد من منظومة الكرة ليه؟ 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 عايشين في إطار غير الإطار اللي مفروض نعيش فيه يعني ليه بيبص لنص الكوباء الفاضية وبص لنص كوباء مليان ليه؟ ليه متاخدهش من ناحية الإجابية ان احنا لما نبقى قصدقاء هل أقل أنت تساعدني بدل ما أنا اللي عايز أساعدك أنت اللي تساعدني وتقول للعيبتك وتقول للجهاز الفني بتاعك أن الحكم ده حكم كبير والرجل محترم واختلفنا معا قبل كده في واحد اتنين ثلاثة أو هو يروح يدرس لزميله في الجهاز الفني واللعيبة أن القانون بيقوله واحد اتنين ثلاثة بدل ما تقول أنه حلوى هيتأثر علي وليه ما يبقاش إيجابي يتأثر عليه طب